بسم الله الرحمن الرحيم معاكم مزدعاء مكي ان شاء الله نهاردة يولاد هناخد مع بعض لسون 6 من شابتر 1 فيم 1 ديسكافر برايمري 3 درسينا النهاردة سهل جدا بس هو محتاج ان انتوا تكونوا مركزين كويس واكلين كويس وشاربين كويس معاكم كتاب المدرسة هنفتح على بيج 15 اللي قدامنا اهيه ومعاكم كمان البنسل بتاعكم تعالوا نفتكر مع بعض احنا اخدنا ايه في ال 5 لسونز اللي فاتوا وبعد كده نشتغل في درسينا الجديد ال 5 لسونز اللي فاتوا اتعلمنا عن ال 5 لسونز اللي قدامنا دولة هعيدهم معاكم تاني عشان تفتكرون دول 7 لسونز اللي تعلمناهم خلال الدروس اللي فاتت خلاص مش محتاج اشرحهم تاني انتوا فاهمينهم كويس جدا تكلمت معاكم كتير قبل كده وقلتلكوا ان اللايف سكيلز دي مش مجرد ان احنا هنحل عليها كوستشنز في كتاب الديسكافر لأ ده احنا المفروض ان دي سكيلز نستخدمها فين في حياتنا النهاردة هتتعلموا ازاي تستخدموا اللايف سكيلز في حياتكم هنتعلم عن طريق ايه هنتعلم عن طريق ان انا هفكركم بحاجة بنتفرج عليها طول الوقت في التلفزيون او بنشوفها مثلا في مجلة او في الجرنون حاجة اسمها كوميرشيلز يعني ايه كوميرشيلز كوميرشيلز يعني اعلانات وسعيد بنقول عليها ادفيرتايزمنت ادفيرتايزمنت هو الاعلان اللي بيكون على ورقة لكن الكوميرشيل هو الاعلان اللي بييجي في التلفزيون طيب ايه علاقة يا مجدعاء الكوميرشيلز الاعلانات اللي بتيجي في التلفزيون ايه علاقة الادفيرتايزمنت الاعلان اللي بيكون مكتوب على ورقة في المجلة مثلا او في الجرنون بلايف سكيلز اللي أنا بدرسها هقول لكم تعالوا لأول نسأل لفسنا في شيء الشرح بيقول لنا الكوميرشل الإعلان اللي بيجي في التلفزيون بيجي عشان يتواصل معانا واخدين بالكم من كلمة كوميونيكيشن دي بيجي عشان يتواصل معانا ويقول لنا معلومات عن منتج معين عشان يقنعنا ان احنا نعمل نشتري وساعات وهم بيجي بولنا الإعلان في التلفزيون عشان يقنعونا بمنتج معين نشتري ساعات كمان بيعملوا تريكس زي خدع عشان خطر يقنعونا يعني يقنعونا ان احنا نشتري المنتج ده طيب يبقى احنا عرفنا يعني ايه كوميرشلز او يعني ايه ادفيرتايزمند الاعلان ده حاجة بيتيجي تقنعني اشتري منتج معين ماشي اعلقتوا باللايف سكيلز لا ام انا بقى لازم يكون عندي سكيلز عندي مهارات تخليني ااخد قرار اخد قرار if i need this product or not هو انا محتاج اشتري المنتج ده ولا مش محتاجه طيب دلوقتي هسألكوا سؤال يا طرى which skill we need to use when we decide if we will buy the product or not اني سكيلز من السيفن سكيلز اللي تعلمناهم دولة هتساعدنا ان احنا نفكر كويس نشتري المنتج اللي جيه في الاعلان في التلفزيون ولا ما نشتريهوش يا طرى الكولابوريشن يا طرى الكميونيكيشن يا طرى السيف ماناجمنت يا طرى الكريتيكال ثينكينج يا طرى البروبلم سولونج يا طرى الديساشن ميكينج يا طرى الامبثي اني واحد فيهم اللي سكيل اللي بنستخدمها when we try to solve the riddles السكيل اللي بنستخدمها لما نحل الفوازير when we try to think very well slowly لما نجي نفكر بهدوء ببطء بنفكر كويس كانت انهي سكيل سمعيكو انت بتقولوا the critical thinking skill يبقى النهاردة هنستخدم انهي سكيل عشان تفيدنا لما نشوف كوميرشل اعلان في التلفزيون بيقنعنا نشتري product او منتج معين هجيب المنتج ده المنتج ده وهيفيدني ولا لأ هستخدم critical thinking skill متفقين؟ طيب دلوقتي احنا هنستخدم critical thinking skill عشان نقرر هنشتري product ولا لأ يبقى احنا محتاجين نتفرج على اعلان جبتلكوا اعلان جميل الاعلان قدامنا اهو اللي انتو محتاجين تعملوه عشان تشوفوا الاعلان ده تفتحوا شيط الشرح شيط الشرح طبعا كلكو عارفين بيبقى موجود في اول comment للفيديو هتفتحوا شيط الشرح وتقوموا دايسين على الايكونة دي اوكي؟ هيفتح لكو الاعلان تتفرجوا عليه يبقى دي اول حاجة هتعملوها انه هتسيبوا الفيديو بتاعي ده بتاع الشرح وتروحوا تتفرجوا على الاعلان ده وتشوفوا ايه اللي بيحصل في الاعلان ده بالزبط الاعلان ده عن لعبة اللعبة دي اسمها وحتشوفوا كل الحاجات اللي هتحصل في الاعلان وترجعوا بقى ندردش ونتكلم هل البرودكت ده هل المنتج ده نشتريه ولا ما نشتريهوش طيب هنكرر بناءا عن احنا هنستخدم متفقين؟ يلا تفضل بعد ما تفرجنا على الاعلان بتاعنا يا ولاد محتاجين بقى دلوقتي نشوف ازاي نستخدم الكريتكال ثينكينج سكيل واحنا بناخد قرار هنشتري البرودكت ده ولا لا هنشتري المنتج ده ولا لا طيب في كتاب المدرسة في بيجي 15 هحتاج ان انتوا تفتحوا معايا دلوقتي كتاب المدرسة عشان نفهم ازاي ناخد قرار نشتري المنتج ده ولا لا دلوقتي الشركة دي لما عملت اعلان عشان تقنعنا ان احنا نشتري تامي ستافرز دي عملوا ايه في الاعلان؟ عملوا حاجة اسمها سيلنج استراتيجز يعني ايه سيلنج استراتيجز؟ يعني اساليب بيجيبوها في الاعلان طرق بيجيبوها في الاعلان يحاولوا يقنعوك بيها تشتري المنتج ده في اعلاننا النهار ده بتاع تامي ستافرز هنلاقي الاستراتيجز اللي في كتاب المدرسة دي حاجات جات في الاعلان منه وحاجات لا هنفهم كل الاستراتيجز اللي بتيجي في الاعلانات ونستكشف اللي جيه في اعلان تامي ستافرز متفقين؟ طيب اي شركة عايزة تقنعك انه انت تشتري المنتج بتاعها في التلفزيون اه عصير اه تشيبسي اه تشوكليت اه لعبة اه كالرز اه لبس جديد كل الحاجات دي بيعملوا ايه؟ اول حاجة بيعملوا حاجة اسمها باند واجون بيعملوا ايه؟ يجيبوا ناس في نفس السن بتاعك مسكين الحاجة دي في ايديهم بيأكلوا الحاجة دي بيشربوا الحاجة دي بيلعبوا بالحاجة دي عشان يقنعوك انه كل الاطفال اللي في سنك عمدهم زيها فانت اول ما تشوف اطفال زيك تيجري على باهمها بسرعة انا عايز زي الولد اللي في التلفزيون ده انا عايز زي الولد اللي في التلفزيون ده يبقى دي اسمها سيلنج استراتيجي يعني ايه سيلنج استراتيجي؟ يعني يبجب لك اه في اول سياسة في السيلنج استراتيجي ناس من نفس العمر بيستخدموا المنتج ده اللي هم الناس الحقيقين هيستخدموا المنتج ده في الحقيقة يبقى دي اول حاجة طيب تعالوا نفكر احنا دلوقتي في اعلان هل جاب ناس من نفس السن بيستخدموا من سنكو؟ اه جاب ولد يبقى هو نفذها فين؟ في الاعلان بتاع تامي ستافرز طيب هلو نشوف الحاجة اللي بعدها الستراتيجي التانية يجب لك منفسة ما بين المنتج بتاعه والمنتج بتاع شركة تانية يعني مثلا يطلع في التلفزيون يقولك احنا افضل منتج احنا مفيش زينا احنا نومبر وان هل في اعلان تامي ستافرز جاب الستراتيجي دي؟ قالوكو في الاعلان احنا افضل منتج؟ لا ما قالش الكلام ده طيب من ضمن الستراتيجيز اللي بتستخدم في الاعلانات الميوزيك الموسيقى يجب لكو اغنية يجب لكو ميوزيك جميلة فانتو لما تسمعوها وتعجبكو يفضل الاعلان في دماغكو طول الوقت فتبقوا مركزين مع البرودكت ده فتبقوا عايزين تشتروه هل جاب اغنية فيه اعلان تامي ستافرز؟ اه جاب طيب يبقى الستراتيجي دي جد طيب ايه اللي بعده؟ هل جاب لكو اللفة والشكل بتاع تامي ستافرز حاجة تحبوها وشكلها ممتع ويجذبكو انكم عايزين تشتروها؟ اه الوانها هي جميلة ولطيفة وظريفة تمام يبقى جاب الستراتيجي دي طيب هل جاب لكو ناس مشهورة في الاعلان تعرفوهم؟ او شخصيات مشهورة زي سبايدر مان زي انا زي الثا الثا البنات والولاد بقى والكاراكترز اللي بيحبوها هل جاب لكو حد كده؟ لا ما جابش فيمس كاراكترز طيب اللي بعده هل في الاعلان جاب لكو سعر تعم يستفر؟ اه قال ان هي لو تاخدوا بالكو قال ان هي بـ 19.99$ طبعا جايب بالدولر عشان ده اعلان مش مصري اتفقنا؟ طيب يبقى دي استراتيجي برضو بيستخدموها في الاعلانات يجبو لك ايه؟ يجبو لك تفاصيل السعر اوكي ايه المعلومات التانية اللي جابها لنا في الاعلان؟ قال لنا طريقة الاستخدام تقدر تاكل كتير 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 عشان تخزن في مطنها لعب قال كمان it's so easy to stop وممكن في الاخر توقفها وخليها تبطل اكل and just hold it like a puppet ومسكها زي العروسة بالزبط قال كمان each sold separately كل واحدة بتباع لوحدها قال كمان you can order from the website ممكن تطلبها من الweb site من الموقع الانلاين بس قال حاجة كمان you should be more than 18 years old مفروض يبقى عمرك فوق 18 سنة طيب قال كمان ايه قال سعرها وقال ان one mini tummy suffer suffer free وممكن كمان وانت بتطلب الorder بتاعك هيجيلك واحدة free سوغنونة خلاص يبقى دلوقتي احنا اول حاجة عملناها دلوقتي عرفنا ان في حاجة اسمها selling strategy بسكنا الاعلان بتاعنا وشوفنا ايه اللي استراتيجيز اللي جات في الاعلان بتاعنا وايه اللي مجاش تحالوا نروح نشوف بقى يعني ايه بقى ال description ويعني ايه attention or information قدامنا هنا يا ولاد رجعنا تاني لنفس الشيط بس انا حلهولكو بالتفصيل اول حاجة لما قلنا selling strategy الاولى انه يجيب people from the same age ناس النفس عمر اللي هيستخدمه المنتب بيقولنا هنا اوصف اللي بالزبط ايه اللي حصل في الاعلان description ايه اللي حصل قلت له a child playing with the toy لقينا ولد بيلعب بطامي ستفر في الاعلان صح ولا لأ طيب بيسألنا سؤال لما يجيب ولد في الاعلان من نفس عمر الاطفال اللي هيشتروا طامي ستفر دي الولد ده لما يجي هل دي حاجة بتلفت انتباهنا للاعلان attention ولا بتدينا information معلومات عن اللعبة attention هو بيلفت انتباهي عايز يقول لنا بصوا بصوا ده في ولد في سنكه بيلعب بنفس اللعبة اتفقنا يبقى اجي هنا واعمل ايه attention طب اللي بعده لما جاب لي music واغنية في الاعلان ادي سالنج استراتيجي تانية جات في الاعلان وصفت وقلت ايه قلت the song describing the toy الاغنية دي كلمتها كانت بتوصف اللعبة كانت بتوصف tommy stuffers دي بتعمل ايه صح ولا لأ طيب يا طرى الاغنية دي لما جد كان بتلفت انتباهي ولا ديتني information معلومات عن اللعبة لا ديتني information ديتني معلومات طيب تعالوا نشوف كمان colorful packaging هي كانت لونها حلوة اه different shapes and colorful كان لها اشكال كتير وكانت الوانها حلوة طيب لما يجب لي لعبة الوانها حلوة واحجامها مختلفة هل هو هنا بيلفت انتباهي ولا بيديني معلومات حقيقية تفيدني اشتري اللعبة ولا لأ بيلفت انتباهي عشان عايز يوريني ان لها الوان حلوة وجميلة وممكن كمان بيديني information معلومات عشان يقول لي خلي بالك ده انت ممكن يبقى عندك واحدة صغيرة تحط فيها حاجات قليلة وممكن يبقى عندك واحدة كبيرة تحط فيها حاجات كتيرة فممكن تبقى attention وممكن تبقى information طيب بيقول لي هنا في الستراتيجي دي جبلك سيرة سعر اللعبة او جبها لي السعر 19.99 طيب السعر ده بيدكي information عن اللعبة ولا بيلفت انتباهك بس لا ده بيديني معلومات information طيب بيقول لي ايه كمان شايفه جيه في الاعلان ده ممكن يكون لفت انتباهك جبلي offers عملي عرض قال لي ان فيه ميني طامي ستفر في ال ال الوردر ده لو طلبتي الوردر ده اونلاين هتديكي واحدة free فدي تعتبر attention بيلفت انتباهي ولا information لا ده دي information يبقى دلوقتي يبقى دلوقتي ايه اللي احنا عملناه جبنا اعلان وبتدينا نفكر يا طرى ايه اللي اللي بيستخدمها عشان يقنعني اشتري المنتج ومسكت كل وصفتها ايه اللي حصل بالزبط وسألت نفسي يا طرى الاستراتيجي دي عايز منها ايه عايز يلفت انتباهي attention ولا يديني information معلومات حقيقية طيب ركزوا بقى مع attention وinformation دي كويس جدا يا ولاد ليه كل ما تلاقوا الاعلان اللي جاي في التلفزيون بيديكم information كتير كل ما تقدروا تاخدوا قراركم تشتروا المنتج ده ولا لا وكل ما تلاقوا انه اللي جاي في الاعلان مجرد بتلفت انتباهكم وما بتجدكوش اي معلومات حقيقية عن البرودكت تعرفوا انه انتو مش مش كويس انكم تشتروا البرودكت ده لانكم ما تعرفوش عنه معلومات حقيقية اتفقنا طيب بيسألنا هنا سؤال وبيقول لنا هو الاعلان بتاع تامي ساعدني ان انا اخد قرار اشتري ولا لا قلت له اه ساعدني ساعدني جدا ليه ساعدني ليه ساعدني ليه ساعدني قلت ده اداني معلومات كتير قوي عنه خلاني اقدر اكرر اذا كنت ممكن اشتريه وينسبني ولا لا من ضمن المعلومات دي قالي انا ازاي اقدر استخدمه كمان اداني الكلور والسايز اداني الوانه والداني احجامه في الاعلان وكمان قالي البيعيز the price and also offers a free gift وقالي كمان ان هو بيعرض علي free gift هدية جميلة اتفقنا يبقى اللي احنا عملناه دلوقتي انه احنا مسكنا اعلان وابتدينا نشوف اللي جات لنا فيه واللستراتيجز دي ادتني information واللي كانت مجرد عشان تلفت انتباهي for attention عشان اجري اصوت واقول لي بابا ماما انا عايز اللعبة دي بسرعة او الجزده بسرعة او الاتشاكلت ده بسرعة تعالوا دلوقتي اوريكوا اعلان تاني عن عربية ونحاول نستكشف اكتر يلا بينا لو جايلي يا ولاد اعلان في مجلة جايب لي صورة للعربية دي وبيقول لي ان فيها مواصفات جميلة جدا فيها الوان مختلفة الحاجات اللي فيها نقدر نفتحه الفوق دي سريعة جدا تقدر تسمع لموسيقى فيها وفضل وسكت الاعلان على كده وما جاب ليش اي معلومات تانية ما قليش البرايس ما قليش السعر ما قليش السيفتي الامان فيها اخبار وايه ما قليش مثلا الكاباسيتي تقدر تكفي كم فرض هبتدي افكر مع نفسي اه كل الحاجات اللي جايبها لي في الاعلان دلوقتي دي للفت اللي انتباه سريعة جدا اديني الكالر بتاعها قال لي ان اي كان لسن تو ميوزيك ان ايت وانا راكب اقدر اسمع موسيقى بس ما ادينيش اي فاكتس اي انفورميشن حاجات تخليني اخد قرار اذا كانت العربية دي سيف فورمي ولا لا هل هي امان لي والاسرتي ولا لا ساعتها فكركو لما نستخدم كده بتاعتنا ونفكر كويس جدا هناخد قرار ان احنا نشتري البرودكت ده ولا لا طبعا لا ليه لان كل اللي استخدمها كانت للفت اللي انتباه بيلفت انتباهي بس شكل عربية جميلة حجمها كده شكله كبير الباب بتاعها شكله حلو سريعة جدا فيها فيها تكييف هي مثلا كبيرة من جوة بس ما قاليش ايه الامان عوامل الامان فيها ما قاليش طب انا عايز اقرر اشتريها ولا لا هتنسبني سعرها ولا لا يبقى ساعتها هاقد قرار ان كل اللي استخدمها كانت يلفت انتباهي بس بجمالها اتفقنا يبقى ده مثلا اعلان اقدر اقول انه مش هقدر اشتريها بعد ما استخدمت بتاعتي اتفقنا طيب طيب نشوف صورة تاني ايه دي صورة لعربية تاني جالي في الادفيرتايزمنت في الاعلان اتدى يشرح لي السيفتي كلها بقى عوامل الامان بقى كلها في ايه في العربية السيد بيلت الايرباج كل الحاجات دي فكركوا انهي عربية فيهم فيها تقدر تفيدني اكتر دي ولا دي مين فيها اللي اقدر اخد قرار بسهولة make a decision to buy it يا طرق انهي واحدة طبعا الادفيرتايزمنت اللي بيديني information اللي بيديني معلومات خلاص يبقى انا كده وضحت لكم نقطة ان تكون strategy for attention او او تدينا حقاية give us information تدينا معلومات عن المطلوب منكم انه انتو تروحوا لأي اعلان في التلفزيون اي اعلان بتحبوه تتفرجوا عليه وتروحوا لأول في الدرس بتاعنا وتبتدوا تملوا بيانات في البيج دي تبتدوا تشوفوا اللي جات في الاعلان ده عاملة ازاي يا طرى الستراتيجي دي اوصفها اقول عليها ايه اللي حصل فيها في الاعلان طيب الستراتيجي دي كانت for attention ولا give us information وبعد كده تكتبو لي تحت الكل الستراتيجيز اللي جات دي ساعدتكو انه انتو تاخدوا قرار تشتروا البرودكت دا ولا لأ وايه الحاجات اللي خلتكو تاخدوا القرار ازا كنتو تشتروا البرودكت دا او ما تشتروهش اتفقنا بقى دي اول حاجة مطلوبة منكم بعد ما فهمتو ازاي نستخدم بتاعتنا واحنا ايه واحنا بناخد قرار نشتري برودكت ولا لأ خلصنا الجزء دا تعالوا نشوف الجزء اللي بعده الجزء اللي بعده يا ولاد وهو في بيج ساكستين بيطلب منكو انو انتو بقى تعملوا اعلان يعني ايه تعملوا اعلان يعني زي ما شفتوا الطرق اللي بنقنع بيها الاوديينس او الناس اللي بتتفرج علينا يشتروا منتج ازاي انتو هتبتدوا تخططوا ان انتو تقنعوا الناس يشتروا المنتج بتاعكم اي منتج يعني مثلا ممكن تجيبوا مثلا لعبة تعملوا لها اعلان وتقنعوا الناس ان هم يشتروا اللعبة دي ممكن مثلا ساندويتش ممكن مثلا روبوت ممكن مثلا كتاب ستوري اي حاجة اي حاجة هتحاولوا تقنعوا الناس ان هم ايه يشتروا المنتج ده خلاص فاول حاجة هتعملوها في بيج ساكستين هتحضروا عشان تعملوا اعلان لنفسكم هتيجوا هنا تكتبوا ايه اسم المنتج اللي انتو عايزين يقنعوا تقنعوا الناس يشتروا وتكتبوا اسم المنتج هنا وبعد كده هتيجوا هنا ازاي هتلفتوا انتباه الايه الشخص اللي عايزين ويشتري المنتج هتجيبولو اغنية هتجيبولو هتجيبولو اطفال بتغني هتجيبولو اه المهم انها تكون حاجات بتلفت الانتباه اوكي تلفت انتباه الشخص اللي بيتفرج على الاعلان طيب في الاعلان بتاعكم هتقولوا ايه عن المنتج بتاعكم معلومات تقنع الناس يشتروا المنتج بتاعكم يبقى دي ايه تاني حاجة طيب بعد كده بيقولوكو هنا ايه اكتبولي الوردز الكلمات اللي هتستخدموها في الاعلان بتاعكم طيب هل في موسيقى هتيجي في الاعلان بتاعكم yes or no طيب هل هتجيبو صور في الاعلان بتاعكم ايه الصور اللي ممكن تجيبوها في الاعلان بتاعكم عشان تلفت انتباه الشخص انه يشتري المنتج بتاعكم وبعدين هنا what else do we need to add هتضيفو اي حاجة عايزين تزودوها على الاعلان بتاعكم تعالوا دلوقتي اوريكو اكزامبل عملتها لكو عشان تفهموا اكتر هتنفزوا البيتج دي ازاي بصوا كده قدامنا هنا اول حاجة دي اعملتلكو اعلان عن لبن قلت البرودكت نيم هسمي المنتج بتاعي my healthy milk لبن الصحي بتاعي يبقى ده اسم المنتج بتاعي كل واحد تيكو هيبقى عنده اسم للمنتج بتاعه طيب how will we get the buyer's attention حالفة انتباه الشخص اللي بيتفرج على الاعلان ازاي عشان يشتري المنتج بتاعي old by an attractive song هجيب اغنية جذابة جميلة في الاعلان بتاعي يخلي اي شخص اي طفل اللي بيتفرج على الاعلان ينتبه ويبقى عايز هو كمان يشتري اللبن ده عشان هو حب الاغنية بتاعتي طيب هعمل ايه كمان عشان نلفة انتباه الاطفال اللي بيتفرجوا على الاعلان وعايزهم يجيبوا يجيبوا اللبن ده هجيب اطفال في الاعلان بيغنوا وبيشربوا اللبن اتفقنا طيب هقول ايه عن اللبن ده في الاعلان عشان اقنعكم تشتروا هقول هيخليكم اقوية عندكم عضلات قوية اتفقنا يبقى ده اجزامبل زي المفروض تعملوه بالزبط في الايه في البيتج دي طيب ايه الوردز الكلمات اللي هجيبها في الاعلان بتاعي هجيب كلمة هجيب كلمة عضلات طيب انا خدت قرار اني ما جيبش في الايه يعني تيون او موسيقى انا هجيب او هنيا تمام طيب هجيب صورة ولد عنده عضلات في الاعلان بتاعي عشان انتوا اول ما تشوفوا ولد عنده عضلات تبقوا انتوا كمان عايزين يبقى عندكم عضلات زيه فتجيبوا الملك ده بسرعة طيب هقول ايه كمان في الاعلان بتاعي هضيف ايه هقول في الاعلان بتاعي هوضح لكم سعر اللبن بكام وكمان هقول لكم the flavors of the milk هقول لكم الملك ده الطعم بتاعه ايه في بالفراولة وفي بالشاكلت وفي بالمانجو اتفقنا يبقى المطلوب منكم انه انتوا تخططوا للاعلان بتاعكم زي ما انا عملت كده بعد ما هتخططوا للاعلان بتاعكم هتمثلوه تعملوا نفسكم كانكم في التلفزيون وبتعرضوا عن المنتج بتاعكم وبتقنعوا الناس يشتروا متفقين الدكس ده نفذوا طلبة صحابكم وعملوا اعلان واعلانات عن المنتجات بتاعتهم عشان يوروكوا اجزامبل ازاي تعملوا اعلان في التلفزيون وانتوا بتعرضوا المنتج بتاعكم هتلاقوا لينكات بتاعت فيديوهات صحابكم هم بيعملوا اعلانات للمنتجات بتاعتهم فاول كومنت للفيديو قعدوا تفرجوا على صحابكم وشوفوا مثلوا الاعلانات بتاعتهم ازاي عشان تعملوا زيهم بالزبط متفقين يبقى انتم النهاردة مطلوب منكم كذا حاجة اول حاجة تتفرجوا معايا على اعلان وتبتدوا تفهموا والستراتيجيز والستراتيجيز دي ازاي بتبقى for attention او give us هتبتدوا تفكروا انه انتم كمان تتفرجوا على اعلان في التلفزيون وتدوروا على الاستراتيجيز في الاعلان ده زي بالزبط ما انا عملت وتشوفوا هي for attention ولا give us information بعد كده هتخشوا على step number two انه انتم تخططوا للاعلان بتاعكم هتجيبوا page 60 وتعملوا خطة لproduct عايزين تقنعوا الناس تشتريه وبعد كده تمثلوا الاعلان ولو حابين كمان تبعتوا للفيديوز بتاعتكم زي ما صحابكم عملوا اللي هتتفرجوا عليهم ابعتوا هالي عشان عمل لها شير ووري صحابكم استغيرين اللي هيطلعوا في السنين اللي بعد كده ويتعلموا منكم انتم نفستوا الدرس ده ازاي بكده نكون خلصنا درسنا النهاردة يا ولاد شوفكم على خير بإذن الله في الدرس السابع هتوحشوني بوئي بوئي اشتركوا في القناة